أولا يجب أن نتفق بأنه اليوم كانت أزمة عالمية اليوم الجامع يعترف بما فيه حتى المقاولات اليوم التي تشتغل في القطاع ديال البيتي بي اللي هو قطاع مهم جدا قطاع اللي كي يشغل ولكن هاد التطورات ديال الوضعية الدولية خاصة جوج ديال المؤشرات مهمة المؤشر الأول هو ارتفاع أسعار المواد الأولية اللي كتدخل في البناء وكتدخل في واحدة المجموعة ديال الصفقات العمومية والجزء التالي هو الجزء المرتبط بأن هذه المواد بالرغم أنها مرتفعة ما بقيتش متاحة بالشكل اللي كانت فيه متاحة في الأسواق بشكل عام يعني هناك ندرة على مستوى هذه المواد الأولية اللي كتدخل في الصفقات العمومية طبعا سيد رئيس الحكومة هذه تقريبا واحد شهر ونصف لأن هذه الارتفاعات تسجلت بداية من أكتوبر طلب من سيد وزير الجهيز أنه يعمل له واحد القراءة في المواد اللي عرفت الارتفاع وطبعا تبين بأنه مواد كثيرة جدا كما قلت أولية ارتفعت بعد ذلك لا بد من سيد رئيس الحكومة ما يأخذ الرأي ديال اللجنة الوطنية لطلبية العمومية واللي طبعا حتى هي أعطت الرأي ديالا في هذا الموضوع هذا وبناء عليه أصدار السيد رئيس الحكومة يوم الإثنين الماضي منشور مهم جدا جابت من يدي الإجراءات الأساسية نحاول نبسطها بشكل سريع الإجراء الأول هو تمديد أجال عقود الصفقات العمومية الجارية والتي تم إبرامها لحساب الدولة والمؤسسات العمومية بمنح أجل إضافي ديال قدر يوصل الستديا الأشهر لأن الآن جميع الصفقات العمومية اللي اتعتعت وكان شي صاحب صفقة اللي هو المقاويل شاف بأنه الارتفاع ديال المواد الأساسية ولا الندرة ديالها كي أضطر على تقدوم ديال الأشغال يمكنه يطلب تمديد الأجال لمدة ستة أشهر تعطى له يعني بشكل عادي الإجراء الثاني هو إرجاع الغرامات تأخير المطبقة قبل صدور هذا المنشور والتي تبين أنها غير مبررة بالنظر إلى تمديد الأجال واحد سيد كان خدام ولكن ما قدرش يوفي الآجال اللي كانت عنده في الصفقة ولكن هذا شي قبل من المرسوم وتفردت عليه غرامة لأن قانون الصفقات العمومية يفرض الغرامات في حالة مرسوم الصفقات العمومية يفرض غرامات في حالة عدم الالتزام فهنا منين صدر هذا المنشور ديال السيد رئيس حكومة أصبحت هذه الغرامات غير مبررة فبالتالي يمكنه أن يسترجعها بشكل طبيعي المسألة الثالثة هي إمكانية الفسخ الودي للصفقة دون إقران الفسخ بمصادرة الضمانات المالية مثلا كنت الآن مقاولين لقبط صفقات معينة ولكن هذه الصفقات اليوم تبت بأنهم لا يقدروني يوفيها لأن الأتمان المواد الأساسية ارتفعت بشكل كبير جدا القانون أو للمرسومة الصفقات العمومية والكي يتشارج ديال الصفقات العمومية يفريض على أنه إلى بغين ساحب أنه ما ياخد شبعات ضمانة دياله سيد رئيس الحكومة من خلال هذا المنشور أعطى لهؤلاء المقاولين اللي طبعا تبين بأنهم مشي يتهربون ولكن لا يستطيعون أن يؤدوا أو أن يقوموا بإنجاز ما هو مطلب منهم فبالتالي يمكن أن يتم فسخ هذه العقدة أو هذه الصفقة بطريقة ويدية مع الحق في استرجاع الضمانات اللي كان حتى هذا المقاول النقطة الرابعة والإجراء الرابع هو تسوية المنازعات الناجمة عن مصادرة الضمانات المالية الأكيد بأنه كان مجموعة ديال المنازعات على مستوى كل إدارة إدارة سوف يتم تشكيل الجنة هذه الجنة هذه غتبت فهذه المنازعات اللي كتوقع ما بين صاحبي الصفقة وصاحبي المشروع هناك أيضا الإجراءات المتعلقة بمراجعة الأتمان وهنا مني كانت تكلموا على الأتمان ما كانت تكلموش على الأتمان ديال المواد لأن الأتمان ديال المواد معروفة والارتفاع اللي وقع معروف نتكلموا على الصياغ لأن هذا الموضوع هذا ديال الصياغ يعني لي فورمول هذا تقريبا تدار هذه 31 سنة معناه باش نبنيو سد كانوا تداروا واحد لي فورمول كي تسمى لي فورمول دو كونستريكشيون أو لنسميه اللي زانديكس دو بري هاد لي فورمول هادو كانو كي تكلمو على مثلا اللي بناء يسد معين خاص واحد نسبة ديال قدد الحديد خاص واحد نسبة قدد البيطان خاص واحد نسبة قدد ديالك دو ولكن اليوم البناء هذي 30 سنة ماشي هو البناء دياليوم دخلات مواد جديدة فهدو كليزانديكس اللي كانوا هذي 30 سنة لا يصلحون اليوم باش نحسبوش حال باش نقدرون رفعوا القيمة ديال الصفقة العمومية اعتقد بأن هذا الموضوع لأنه طريقة البناء اختلفت ومواد دخلت جديدة بالتالي سيد رئيس الحكومة يطلب من سيد وزير الجهيز أنه يقوم بمراجعة هذه الأتمان لأنها اللي غادي تعطينا فكرة حقيقية على الارتفاعات اللي يمكن تحدث على مستوى كل الصفقة فقلت الإجراءات المتعلقة بمراجعة الأتمان إذن هناك أولا تسريع بمراجعة هذه الأتمان ثانيا في حالة عدم وجود مراجعة لهذه الأتمان يتم احتساب الصفقة الآن ثم يعني يتم أداء المتأخرات إلى غير ذلك في أفوق أنه يتحسب من بعد ويتم تسويط الوضع بشكل ملحق سادسا تسريع صرف مبلغ الأشغال دون احتساب مبلغ مراجعة الأتمان اللي تكلمت عليه وأيضا الإرجاع الضمانات المالية العالقة وأخيرا الحرص على تدبير محكم للضرفية بالنسبة للصفقات طور الإنجاز والمتأثرة بارتفاع الأسعار وذلك بواسطة طلبات خدمات وتوقف واستيناف إذن هذا هو المرسوم أو المنشور ديالسيد رئيس الحكومة اللي يجيب هذه المجموعة ديالإجراءات للهدف منها طبعا ما نخليه المقاولات الوطنية في مواجهات واحدة المجموعة ديالتكاليف اللي ماشين شيء السبب فيها ولكن واحدة تطورات وقعت على المستوى الدولي للأسعار هي اللي أطرت فيها وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة